بس لو لاحى بتقول كده ولو انت محمود صبر يابل كده غلط سنة وكنت اديته بيتماطش فلنساعتها علي قدر نقولك ايه لا شابو لا مش شابو ده ترسمت صورته على التشارت وتعامل منها لقطة لقطة الصبر الشهيرة يعني وتعامل منها لقطة انا لا اميليا كافة الاسلام الى جزئية ان انا هعد اجيب لك وقائح مشابه بص لكن انا حاوز اقولك ده سحق الموضوع واللي حصل امبالح ده شيء مرتب ده هدفه اكبر من كده هو هدفه يعني هو هدفه النادي الاهلي في حد ذاته مش حسين الشحات يعني يا حسين الشحات اخطأ اه اخطأ مسؤول عن خطوة مسؤول عن خطوة والنادي الاهلي كان اصرع كان اصرع في توقيع العقوبة عليه وهو الشحات طلع نفسه قرار ربطة الاندية كانت عندها العقوبة كانت عندها العقوبة تعمليه ربطة الاندية يعني تاني زي كده طيب الناس عندها خلفية مش عاوزة تسمع عندها خلفية الحوار قبل كده وعندها خلفية لا مش عاوزة تسمى الحوار هو أنا عاوزك تبقتي تحيل حسين الشحات المطالبات المطالبات المطلوبة حالته للناب العام حالته للمحاكمة شطبه يقافه ست شهور ماشي تعرك السفارة المغربية احنا الدولات انت على النظام تحرك السفارة المغربية وتحرك المغرب يعني انت خليك على النظام ده زي نظام ايه اللي حصل قبل كده وكل مرة حصل قبل كده فيه حصل بعد كده مع مين مع الهلال السوداني والمشهد كان عامل ازاي وهم هم نفس الاشخاص وهم هم نفس الاسلوب وهي نفس الحدود انا ببره دولاتي فشري ما عنديش حاجة هعمل ايه انا دولاتي عاوزة اعمل لك اي مشكلة عاوزة احفر لك حفرة احطك فيها مش عاوزة تطلع انا خارج بمسم صفري اما انا بكلمها هعمل ايه هدول عليك ايه خلصت من على نظام ده خلصت من نظام المبادئ والقيم تروح تسأله طفين من بادئ القيم انت بتكلم عليها من بادئ القيم عادي يعني في اللقطة دي بالنسبة لك من هادي ايه هعمل لك مشكلة انا مش هعمل لك حاجة من هدول على اي حاجة الخطأ صدر اه فيها جماعة خطر ومعترفين وكل حاجة بس النادي تفرج ما تفرجش حاجة اكثر 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 انا انا نادي تصرف غير مرفوض انا على فكرة هو رقم اللي بيقال بعدش مرة تانية رقم اللي بيقال لا هو رقم مجبر من كده وفي اجتماع بردو بكرة اللي لاع ليه لا حاجة دي انا اعتقد الاجتماع ده كابت الخطيب اه للتدارس في شكل الفرق على فكرة على فكرة اللي حصل في المجمل طيب الناس ما جابش ليه تصرفات دكة برامدز والاداريين اللي قاموا راحوا ناحية الجمهورة عملوا التصرفات الحاجات دي ما تشافتش لي يا جماعة وليه برامدز بالذات وليه اللاعب ده بالذات طيب وليه الناس ما فكرتش في واقعة السوبر وتصرفه معالي معلول وتصرفه واسراره على نفس العالي معلول بكلام احنا ممكن للكاميرا هتجيبه احنا مش هفاعل برضو انا بكلمك طيب بلاش الاهلي خارج هو كان فيه خناقة قبل كده فماتش الاهل اسماعيديو بيرامدز فيما يخص برضو اللاعب ده معه لأمحمد حاسم بلاش الاهلي انا بقول لك ما خلاص بقى حتى الاهلي بقى هتبقى قطيته جمل يا هبتش انا بقول لك ايه دبقتي انا دولاتي بقول لك ايه انا قاعد الغريبة انك انت في حدث ليس لا ناقة ولا جمل يعني انت ملكش مش مسؤول مش مطشق يعني المفروض يطلع يتكلم مين زي تبررات مثلا كابتن هاني سعيد بأمانة شديدة ويقول لك اصدنا عملت وبعد كده لما قالوا لي وشفت اللي مش عارب مين فانا لأ عند رد فعل على اساس الولد اللي كان يعني اللاعب نفسه صور يا ناسف اللاعب نفسه طبعا كانوا معلوش مثلا اللاعب مش معلوش هو اللاعب نفسه عارف اللي حصل معاه انا بسألك سؤال وهو واقف قدام حسين مين قال مين قال يا كابتن السام انه حد يوافق على التصرف لا يمكن واي منطق وانا بقول لك اهو وبقول لنا ستشوفوا الاهل هيعمل ايه يعني ما تسألش المسألة وما تكبرهاش لانه برضو نادي عنده حدوده ويحافظ عليها اللي هي كلمة يا جماعة البداية المبادئ والقية عشان هيعمل ايه دي خلي بقى لانه كان فيه كلام من شوية اه لا 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 الناس رايحة بسكة اللي يقول لك بيع وليقول لك كله ده كلام ده كلام ده كلام لا 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 الهل خاد موقف يعني اقول لك ايه النادي لاي موقفه هتشوف انت التصرف ازاي عامل ازاي خلاص انتهى الموضوع يا جماعة وعاوز اقول يا جماعة فكركم مش عاوز افكركم بالتاريخ القديم لانه هي الاهل برضو لي خطوات قبل كده وهنبدأ من واقعة ابراهيم حسن في المغرب برضو في تصرف قبل التحاضي كل ما اجتمع كان الاهل عامل قرار واخد عقوبة فارضة تصرفات كتيرة جدا يا جماعة يا جماعة لكن المسألة الشيء المحزن والمرعب في الامر هو تحويل برامج بعينها وقنابة عينها ان هي تركت كل شيء وتحولت الى ابتزاز وتصفية لعبة الاهل لما يطلع مزعين يكتبوا بسطات ويحيوا ويشيدوا وهم ما عندهمش يعني الخلفية الحقيقية وما شفنا لهمش مواقف وعارفين انه مثلا هيقولوا في الاهل زي هم عايزينهم محدش هرد عليهم لكن لما بيتكلموا عن اماكن اخرى عارفين هيحصلوا مية وهيتمنعوا ويتوقف وبرامجهم توقف عارفين الحدود يا جماعة يبقى فيه عدل في التناول ويبقى فيه منطقية ان احنا نتكلم عنها الاهل خد مواقفه والاهل خلاص خد قراره يتجيها اللاعب لكن المسألة ابرز يعني اخطر واكبر من احنا نصعدها لخليها دول أبو عليك أستاذ محمود